بعام الف وتسعمية وثمانة وسبعين كانت في طيارة حاملة أكبر نجاسي من فرنسا نزلت ببلد النجاسي إيران بالإعراق بيسموه سرع صدام حسين استشعر خطورة هذه الدملة الخبيسة وأن هذا القذر الخميني عبارة عن كتلة سراطانية قال لك الآن بعضه ضعيف خليني أقطع راس الحي وبدأت الحرب العراقية الإيرانية بسنة 1978 بدخول الجيش العراقي البطل لـ 120 كم بعمق الأراضي النجسة الخبيث الخميني اضطر يجند قطعان من الروافض ويزدتن أمام المدفعية العراقية والطيران العراقي حقيقة بهذه المجزرة الخميني اللي عمل بأتباع القذرين انسحب الجيش العراقي إلى الحدود العراقية الإيرانية العالم هون انقسم إلى محورين محور الإيراني مين كان معه؟ كان معه النافق معمر القذافي وكان معه النافق الزنديق النصيري حافظ أسد بالإضافة إلى إسرائيل ولفيف من الدول الدول العربية هون حست بالخطورة على حالها خاصة دول الخليج وقالت هذا النظام الخبيث عنده مشروع خبيث ونحنا في فيديو لقاصر شريماني عم بيقول لن يستطيع أن يوقفنا أحد لا سنة ولا مسيحي كاذب هو أصدف فقط على السنة لعام الخمسة وثمانين كانت القطعان الروافد عم بيزيت الخميني بمفرمت الجيش العراقي وبدأ الاتنين يدوروا على إيقاف لهذه الحرب دول الخليج كاملة ما عدت دول العربية كانت مع المحور العراقي لأنه عارفين الخطورة وعارفين أنه العراق منفرد أمام الديوث الإيراني والنافق حافظ والنافق معمر القزافي وكوريا الشمالية وإسرائيل إسرائيل كانت تبعث له لإيران السلاح والإيران يبعث له النفط هذولا لديايث المقاومة الآن اللي بيقوله ما حد أعطانا سلاحه دعم غير الإيراني بتنحشر معه بإذن الله ما علينا لعام 1985 كانت مفرمي بالروافد عقيقيا بالعراق يسمونه سبع صدام سبع وإذا بيسيفيته كله ما في إلا هذا العمل هو سبع يكفيه شرفا أنه داعس على هؤلاء لسنت 88 كانوا مستهلكين خاصة من الديوث الخميني لأنه استنزف بشريا قطعان كاملة أطفال كان يزد تحت عجلات تحت أحذية الجيش العراقي الوطن السبع فاضطر أنه يجلس صاغرا ويتجرع السم كما قالها الديوث الخميني يتجرع السم هذا الخرامن تحت حذاء الأصدام هذا الاقتباس من أجل كل واحد بيضرب بالشعب السوري لما الشعب السوري انطفض على النصير القزر ساندوا الإيراني نفس الحرب العراقية الإيرانية هي الحرب السورية العقدية الإيرانية الفرق أنه كل الذين ساندوا صدام ما عرفان أنه هذا المحور الخبيث هو يهدد لذلك دعموا له صدام ليس محبة بصدام يهدد بقاء وزوال الآن كل هذا المحور الخبيث موجود مع الإيراني والإيراني استعمل المطايا من أبناء هذا الدين القذر في اليمن والعراق ولبنان وسوريا من أجل تنفيذ هذا المخطط نحن تركنا لحانة مع أنه بالحرب العقدية الإيرانية العراقية كانوا عارفين حجم الخطورة اللي رح يواجهوها من الحنش الأفعى الخبيثة الخمينية الآن لا تركنا لحانة والآن بيطلع السعود وبيقول لك أنت يا سوريين بيطلع المصر بيقول لك أنت يا سوريين وبيطلع الإمارات وبيقول لك أنت سوريين حتى المتعاطف بيقول الله يكون معك يا سوريين هذا المتعاطف معنو نفس العدو ولكن الآن اللي صار أصبحت أمي خانعة ذليلة ما لقيمة طبعا السبع صدام كان يقول كلمة هناك دولة عربية إذا سقطت سقط العرب الكامل وكان أصده فيها على جمهورية مصر العربية اللي هي الآن رفعت جدار تمنع المدنيين في غزة بارتفاع سبعة أمتار أعرفتم من العدو الحقيقي لوجودنا ترى المحور الغربي التنافس معنا على إبقاءنا مستهلكين ومستهلكين أما الموضوع العقدي هذا لا هذا يضحك عليكم فيه هذا الموضوع الغرب تعدى من زمان أما مع المحور القذر الإيراني ودمامل السرطاني اللي زرع في الوطن العربي الموضوع كون أو لا أكون وللمتنا در لبغير ترجمة نانسي قنقر